اعداد قائم لدخول البقية في هذا الشوط استعدادا للانطلاق وكما تشاهدون في هذه اللحظات رفعت الرأي البيضاء على بركة الله تعالى واتحت البوابات وانطلقت الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الاول من علامة الالفين متر في تنافس بين الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات وفي المقدمة في هذه اللحظات تشاهد انتهازية ايضا تحاول من الداخل الان بلابل تتقدم المركز الاول ومن الخارج من هناك معطية وكذلك المحاولات تأتي لجلهم الان للتقدم في هذه اللحظة مع محاولات مستمرة للافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح للخروج من هذه الفئة فئة الافراس التي لم تربح في هذا الشوط الشوط الاول من علامة الالفين متر وبلابل لا زالت في المقدمة مع محاولات من الخارج الان لرقم سبع لجلهم وحور العين في المركز الثاني في هذه اللحظات مع محاولات مستمرة لبقية الافراس المشاركة في هذا الشوط لجلهم الان التقدم في المركز الرابع في هذه اللحظة من الخارج ومحاولات تأتي كذلك وشهدها لهواي الان في المركز الخامس المقدمة في هذه اللحظة تذهب لمصلحة حور العين مع محاولات لبلابل الان من الداخل ومحاذا المحاذا تأتي شوكولاتة في المركز الخامس في هذه اللحظة الانقضاف على الصدارة لحور العين الان مع الاكسس مورينو مع المنعطف قبل الاخير في هذه اللحظات مع محاولات مستمرة للتقدم في هذه اللحظة المحاولات تأتي لمعطية محاولات من الخارج الان وشاهدها ايضا الانتهازية للتقدم الان بلابل تحاول المحافظة لحور العين الان المنعطف الاخير بداية الخط المستقيم حور العين تحافظ لابناء عبد الرحمن السعيد في مقدمة الافراس المشاركة في هذا الشوط حور العين تحافظ على المركز الاول مع محاولات من بقية الافراس انتهازية تحاول في الحفاظ على المركز الثاني في هذه اللحظة ولا زالت حور العين في المركز الاول حور العين مع الاكسس مورينو للمركز الاول ودخول الان اشاهد لبصر الرياض للمركز الثاني والمركز الثالث ذهب لمصلحة انتهازية إذن ما شاء الله تبارك الله حور العين من ناس البورنيو بوي